نظم صباح اليوم المركز الشادي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية ندوة أمنية لمناقشة الاستراتيجيات حول حوض بحير الشات تقرير محمد طاهر صلاح حسين التحديات الأمنية للجنة حوض بحير الشات هو العنوان البارس للندوة الأمنية التي أقامتها مؤسسة كونراد الألمانية بالتنسيق مع المركز الثقافي للدراسات الاستراتيجية والتي ضمت 40 مشاركا من مختلف دول الحوض لمناقشة التحديات الأمنية وطي الاستراتيجيات الناجعة لمواجهة التحديات الإرهابية التي تنشط في المنطقة رئيس المركز الكادي للدراسات الاستراتيجية البروفيسور زكريا عثمان رمضان قال إن التحديات التي تواجه دول الساحل هي المجاعة والتصحر والفقر والإرهاب والهجرة كلها تقوض جهود الحكومات في هذا الشأن رئيسة مؤسسة كونراد أندريو قستايمين قالت إن مؤسستها تعمل لتنسيق الجهود لإيجاد التوازنات الإقليمية وطي الاستراتيجيات والعمل نحو الإدارة الرشيدة ودولة القانون وفي خطابه لأعمال الندوة الأمين العام بوزارة الأمن العام والهجرة ماسيراجو مادوم قال إن دراسة الخبراء للاستراتيجيات تعني معرفة التحديات في إقليم البحيرة لأن انتشار الجماعات الإرهابية سبب لدى سكان المنطقة تحول ديمقرافي مضيفا أن التوصيات التي يرفعها الخبراء تسمح للمسؤولين بمعرفة كل العقبات وإيجاد الحلول جدير بذكر أن الندوة حضرها خبراء من دول لجنة حوض بحيرك شاد ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة البنية التحتية موسرا للوزير افتتاح أعمال الملتقة بين شاد وإفريقيا الوسطى والكاميرون حول تسهيل عملية نقل البضاعة من الموانئة الكاميرونية كان ذلك بحضور سفيري الكاميرون وإفريقيا الوسطى في البلاد تقرير محمد حسن أدم مواصلة لجهود المجموعة الاقتصادية والنقضية لدول إفريقيا المركزية الرامية إلى تنفيذ المبادرات الخاصة بهرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم بين الدول الأعضاء في المجموعة وتنفيذا لمخرجات الدورة الأولى للملتقة الثلاثي بين شاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون حول النقل البري والبحري من الموانئ الكاميرونية وإلى أنجمين وبنجي جاء افتتاح الدورة الثانية لهذا الملتقة تحت إشراف وزارة البنية التحتية وفق الأزلع وتحت موضوع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعبور والشهن والنقل إلى جانب التخليص الجمركي وتخللت المناسبة عدة مداخلات منها كلمة رئيس وفد جمهورية إفريقيا الوسطى والسفير دولة الكاميرون لدى البلاد سآدت با أمار سندى اللذان أكد أهمية هذا الملتقة في تنظيم عمل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري والبحري بالدول سالفة الذكر الأمين العام لوزارة البنية التحتية وفق الأزلع بامبو إلفام من ناحيته شكر اللجنة التنظيمية لهذا الملتقة السلاسي الهام مضيفا بأن هذه المناسبة تسمح بتقييم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال هذا العام في مجال النقل البري والبحري كما طلب من المشاركين تبادل الآراء والأفكار الهدفة التي تمهض الطريق لبلوق الأهداف المنشودة وإدخال نظام نقل جديد وذات نوائية يساعد في التنمية والإنعاش الاقتصادية هذا وكما تخللت المناسبة أيضا تنصيب ممثل ميناد ولا بأنجمين السيد إلياس إبراهيم والذي أكد بأنه سيعمل ما بوسئه من عجل تزليل كافة الأقبات التي تواجه رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين الشاديين في إطار التعاون بين البلاد والوكالة الفرنسية للتنمية فقد استهلم ممثل وزير الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد صباح اليوم المعدات المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لوزارة صحة العامة تقرير أبضل هارون برمه في إطار تقديم المساعدات الإنسانية والاهتمام بصحة المواطن جاء الاهتفال الرسم لتسليم المعدات الطبية إلى وزارة الصحة العامة بمبادرة من الوكالة الفرنسية للتنمية في حديثه مدير الوكالة الفرنسية قال إن المعدات الطبية المقدمة تعد ذات نوعية جيدة وتتيح للأطباء معالية المرضى بطريقة سحلة حسب حاجة المرض فيما قدم دكتور محمد حامد أحمد ممثلا لوزير الصحة العامة شكره للوكالة الفرنسية على دعمها اللامحدود في شتاء المجلد معكدا بأن المعدات الطبية ستساعد في عملية الفحص الطبي بأدقة تفاصيل العلمية نحن حضرنا مع الشركاء حيث نقدرنا مئداد مئداد مهمة لنستوردها في المراكز الصحية وهذا شيء كبير وسائلنا من ناحية الكفح ضد المرض وضد تعرف المرتلتي مترنيل زيادة في تشاة أما الأمين العام لبلدية أن جمعنا عبد الله يعقوب أثنى كذلك على الشركاء وأشهد بدورهم الحثيث مع كافة الجيحات المعانية وذلك من عجل الاهتمام بصحة الأم والطفل إليكم هذا الخبر الذي وصلنا من باريس حيث شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنون صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس في أعمال القمة قمة حول المناخ التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى جانب نظرائه من قادة الدول وموظمات غير الحكومية ورجال العمال والثقافة والفن من هذا العالم وذلك لرفع التحديات المناخية والبيئية وإن شاد قد لعبت دورا كبيرا في هذا المجال مجال محاربة التحديات البيئية حيث اتخذت الحكومة الشادية وبتوجيهات من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنون والعديد من الإجراءات والمبادرات من أجل حماية البيئة وسنوفيكم بتفاصيل هذه المشاركة في نشراتنا القادمة بمشيئة الله نظم برنامج مكافحة الإدريسة دورة تدريبية لصالح عدد من الأطباء المختصين في الأمراض المنتقلة جنسيا جرت المناسبة ببيت المرأة الشادية في الدائرة الثامنة تقرير فاطمة داود الحامنة تحرس وزارة الصحة العامة من خلال خطتها واستراتيجياتها على تطبيق الطرق العلمية الحديثة على بناء مجتمع صحي أفضل وذلك بالقيام بحملات توعية لصالح المواطنين وتنظيم ورش تدريبية للأطباء ومن هذا المنوال فقد نظم البرنامج القطاعي لمكافحة الإدز ورشة تدريبية لصالح الأطباء الذين يصفون مضادات الفيروسات القهقرية لرعاية المصابين بفيروسين الأدز وكانت هذه الورشة تضم 75 طبيبا من مختلف أقاليم البلاد وتهدف إلى تأهيل هؤلاء الأطباء في تقديم الرعاية الصحية للمصابين بهذا المرض الخطير وتعريفهم حول المضادات والعقاقير التي تمنح للمرضى كومنداتيو أنا أميزل عن تنة ليه في 2015 دول المدسين القيرين باكتبوا بتابؤ المردانين بالأيدس لازم يسولهم رئيسي كلاش لشان يتابؤهم للمردانين إن تحسين نظام الرعاية الصحية لمرضى الأيدس ورعايتهم التامة هو المغزى الرئيسي من تنظيم هذه الورشة لذا ستستمر فعاليتها حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ومسلت السفارة الفرنسية جرى مساء أمس بمركز تعليم اللغة الفرنسية كالف مناسبة توزيع شهادات الذين اشتازوا مرحلة تعليم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها تقرير آدم محمد شرفتين جاء حفل توزيع شهادات للمشاركين في الدراسات اللغة الفرنسية دالف ودالف والذي نظمه مركز تعليم اللغة الفرنسية كالف اسم بدأت المناسبة بتقديم الشكر والإعفاء للقائمين بهذا المركز من قبل الطلاب أقب ذلك قدم مدير مركز تعليم اللغة الفرنسية كالف كامسولو كلمة أوضح فيها بأن شهادت الدراسات في اللغة الفرنسية معتمدة رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية الفرنسية مشجعا للطلاب الناتقين بغيرها التماس اللغة باتبارها وسيلة لفحم الحقائق راديو أوجان ممس لدى السفر الفرنسية لدى البلاد أبانت في كلمتها بأن تعليم اللغة الفرنسية أحميتها لا تختصر على المتعلمين فحسب بل يجب توصيلها إلى الآخرين طالبة من الطلاب تكسيف الجهود لتعليم اللغات الأجنبية التي يصل بها الطالبة إلى مقصده المرغوب الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديولي اللوران قدم تهانيه الخاص للقائمين بالمركز لإقامة هذه الدورات التدريبية في دراسات اللغة الفرنسية طالبة من الطلاب تطبيق ما تلقوها لأرض الواقع كي ترسق اللغة بطريقة رسمية ونتقتم المناسبة بتوزيع شحادات لبعض المشاركين في الدورة ترجمة نانسي قنقر